حسب اتحاد الكورة اللي احنا كان عندنا مدرم قريدي ناجح قريدي عمل شغل كويس اللي هو قرلس كروش وبتسيب ويمشي وبتعمل له مشاكل ليه؟ عشان احنا منظومة سيئة وانا بحاول اختار الالفاظ والله منظومة قروية سيئة غير افراد هتلاقي نفس المنظومة سيئة غير افكار هتلاقي نفس المنظومة سيئة عشان اللي بيجوا افكارهم اصلا سيئة زي اللي قابلوهم احنا عندنا مشكلة كبيرة وقد حسبها بقى من تحت من قطاعات الناشئين مدرب 17 سنة يجي بالمجاملة مدرب 19 سنة ولا تحت 20 سنة يجي بالمجاملة مدرب منتخب أولمبي يجي بالمجاملة مدرب أجنبي اصله يعني هنتصرف له في فلوس عشان مش هعرفين نجيب فلوس لن بتجيب مدرب أجنبي ليه اصلا من الاول تعمل ازمة ليه اصلا من الاول وتختار على اساس ايه المدرب الأجنبي وبنجيبه على اساس ايه اه والله عشان انت هتقول لي انتوا تكلامكم بيتغير ما احنا هنفضل ندعم طول ما المنتخب بيلعب يعني هفضل اطلع اقول لك المنتخب سيء والمنتخب كرسى والعيبة دي لازم تترحل والعيبة دي مش عارف ايه والمدرب مش عارف ايه وهم بيلعبوا بس لما نخسر نقول اللي في قلبنا بقى اللي في قلبنا انه والله العظيم منظومة الكورة في مصر حاجة في منتهى السوق من خمسين سنة من خمسين سنة انتوا متخيلين احنا عايشين المأساة دي كل شوية وكل ما تتكلم حد يقول لك بس انجاز 2006-2008-2010 والله كان انجاز استثنائش بيجيه الاستثنائي وظروف استثنائية بس ايس بقى على تاريخ منتخبات مصر كلها احنا بالصدفة وبالروح والحماس على فكرة كلمة الروح والحماس يقول لك ايه اصل منتخب مصر هو منتخب الروح والحماس جماعة المنتخبات التانية هتلعب بروح والحماس اصلي احنا عندنا شعب غلبان وربنا هيكرمنا عشان خاطر الشعب الغلبان ده ما هم برضو شعبهم غلابة يعني ايه الميزة ما احنا عايزين نشتغل ما احنا عايزين احنا نشتغل عشان لما احنا نشتغل نقول والله احنا عشان نشتغلنا واكتهدنا عملنا كده لكن احنا عايشين الفترة اللي فاتت في الاتحاد الكورة اصلا مثلا يعني هل حمى مثلا صلاح في الانتقاد هل ترى حد تكلم سيبه يا عم يغرق هل حد هيحمي فيتوريا سيبه يغرق هل عد هيحمي اللعيبة اللي تعبت واللعيبة اللي ما تعبتش سيبهم يغرقوا طيب معلش والله وانت بتفرج عن مبرى النهاردة وهقول لك اسماء وامري لله يعني زيزو عمر كمال عبدالواحد محمود حمادة حمدي فتحي كل لعيبة دي يا جماعة احنا منتكلم في عشرين وثلاثين واربعين وخمسين مليون قول لي ليه اللعيبة دي عظيمة هنا عندنا في الدوري بس انت متخيل في منافسة فيها كونغو وموزنبيك وكاب فردي مش عارفين نلعب قدامهم وهم اللي حسن مننا طيب اللعيبة دي من اديها الفلوس دي كلها ليه ما دا دا فساد نظام نظام كورة في مصر فساد نظام اللعيبة دي بتاخد فلوس على اساس ايه الفلوس الكتير دي على اساس ايه النجومية العظيمة يعني اللي بيعملوها اقول لك ليه عشان بنكسب هنا بعضينا في الدوري المصري والامور بتمشي واني اعترض على حكم واني اصل حكامنا مش عارف ايه واصل المدرجات مش عارف ما فاش ايه واصل الحصل مش عارف يعني اقول اي مبررات غير ان احنا الكورة نفسها بنصلحها احنا متصلحش الكورة في مصر والله بقى اننا خمسين سنة مش عايز اقول اكتر كمان انا بقول يعني اللي اللي الواحد عاشه واللي شافه قبلها يعني من شوية فيديوهات بس احنا فيه كوارث ما بتتصلحش وانا النهار ده هتكلم في القصة دي مع ديوفي بس هقولك اهو من دلوقتي هنقول نفس الكلام كلنا والله اللي بنقوله من خمسين سنة اجماعة لو سمحتوا حد يحل المشكلة دي والله حرام حرام احنا كلنا عمالين نسرق واحنا بنتفرج واحنا زنبين ايه احنا هنبدل زنبين ايه احنا نقول اجماعة اخدوا بالكم احنا لازم نبدأ بقطعات النشئين في الاندية لازم تتصلح اجماعة لو سمحتوا منتخبات الشباب لازم يبقى فيها شغل الكويس اجماعة لو سمحتوا محتاجين مسابقة محترمة منتظمة اجماعة لو سمحتوا محتاجين لعيبة ما يكونش فلوسهم عالية او كده اجماعة لو سمحتوا طلعوا اللاعبين للإحتراف انتم شو بتسمعوا الكلام ده بقى لكم خمسين زرق زي زيكم هنقوله النهار ده تاني هنقوله بكرة تاني للأسف يعني بس للأسف برضو قرار مش في ايديا ما ولو قرار في ايديا انا لو هروح اعمل الكلام ده وتقول والله رقم واحد لازم اللعيبة تطلع للإحتراف هتقول لي ما هصل الانداية بتمسك في اللعيبة لا نشوف حل نشوف حل نفرض عليهم بأي شكل من الأشكال قطاعات الناشئين ماينفعش يبقى بالمجملات يا جماعة احنا منتخبات مصر كلها بتاعت الناشئين عايشين فيها بقى أنا خمسين سنة بالمجملات على اساس ايه يا عام هومش المنتخب الأول فمحدش يحس بيها هتأي واحد صاحبنا نعينه يا فنن ما هوم دول اللي بيطلعوا للمنتخب الأول في الآخر ما بلهمش كويسين احنا طول الوقت مصطفى محمد صلاح لما بقاش موجود احنا عمين كلها نسرخ بقى لنا كام يوم محمد صلاح مش معنا محمد صلاح سامنا محمد صلاح بعنا محمد صلاح مش عارف ايه حياتنا كلها بقت متعلقة محمد صلاح مصطفى محمد يعني لما بيزق معنا نقول الحمد لله مصطفى محمد بيزق لما تسجيل عماتش حلو يا سيد يا ع السلام لكن احنا ما عندناش منتخب والله ما عندنا منتخب